Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم يا صف الثامن على قناتي الإنجليزية مع دار أرجو متابعاتي خطوة خطوة حتى تتمكنوا من حل التمارين بشكل صحيح لا أحد يسألني عن الحل أرجو إخبار أصدقائكم بهذه القناة حبوا بعضكم البعض ساهموا بتعليم طفل لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب تفعيل الجرس يصلكم كل جديد معكم أنا دار ديبو Let's begin الجرامر لدينا الحاضر التام أو present perfect طبعا وهو عمل بدأ في الماضي وما يزال مستمر إلى الوقت الحاضر أو انتهى للتو يعني يا أما هو عمل بدأ بالماضي وما يزال حتى الآن أو هو من شوي خلص يعني يعني عمل بلش بالماضي وانتهى من شوي كمان بالماضي ثانيا تتعلب جملة الحاضر التام من أولا الفاعل ثم have أو has بحسب الفاعل ثم فاعل بالتصريف الثالث ثم تتمت الجملة example I have tied my bedroom طيب لو كان لدي الفاعل هنا she نقول she has tied her bedroom أوكي طيب النقطة الثالثة في النفي نضيف not to have أو has ما هو النفي؟ النفي يعني إضافة not يعني لا لا أو لم لم أوكي طيب من يأخذها هنا في هذه الجملة؟ has أو have يعني إذا لدي have تاخدها إذا لدي has تاخد not أوكي example he hasn't tied his bedroom هو لم يرتب غرفته النوم طيب في السؤال نضع have أو has في بداية الكلام يعني نبدل بين have أو has والفاعل أوكي ننظروا إلى الجملة I have she has إذا كان لدي سؤال أو سوف أصنع سؤال أقول have I أو has she اكزامبل لدينا has he tied his bedroom وهنا يكون الجواب إما yes or no اكزامبل لدينا كلمتان تستخدمان مع الحاضر التام وهما لدينا since وfor تستخدم since أولا مع الأعوام يعني قبل الأعوام نقول since 2007 or since 2008 ثانيا تستخدم قبل الجملة الكاملة يعني يأتي بعدها جملة كاملة فاعل فعل وتتمت جملة يعني since I was six years old since I فاعل was فعل six years old تتمت الجملة أما for فتستخدم أولا مع المدة الزمنية يعني يأتي بعدها مدة زمنية مثلا ثلاث أيام أربعة أشهر ستة أعوام هكذا مثلا for six months يعني مدة ستة أشهر أيضا تستخدم مع كلمات مثل for a year مدة سنة for a month مدة شهر أضيف عليها كمان اللي أنا حكيت فيهم قبل مثلا for 15 minutes هاي مدي زمني for a day هلا أنا بس بدي أضيف شغلي على since since بيجي بعضا إما يستردي أو last week أو monday أو أبريل بالإضافة للأشياء اللي أنا عديتهم قبل أوكي سهلة الماضي البسيط طبعا وهو عمل حدث في الماضي وانتهى تتألف جملة الماضي البسيط من أولا الفاعل ثم فعل بالماضي ثم تتمت الجملة I visited my grandparents لتحويل فعل منحاضر إلى ماضي وضيف له ed مثال play هو هنا بالمصدر وضيف له ed وصبح played visit بالمصدر هنا يزور visited زارة بعض الأفعال لا تقبل ed نسميها أفعال شاذة مثال is وام لدينا تصبح was لا تقبل ed اوكي ولكم تضاك تفتي بوك unit 6 how we live language practice exercise 1 find the things in the world square and write them beside the pictures جد الأشياء في مربع الكلمات وأكتبها إلى جانب كل سورة والله سهل هيك وزيزة مشاعر وحدك بتسلنا شوي اوكي exercise 2 complete the sentences with for or since هون بدنا نكمل الجمل before or since طبعا القاعدة طبعا جاهزة يعني بس بدك تحل one لويس has been in this room فراغ 3 hours صار لويس صار له في هذه الغرفة ثلاث ساعات أو مدة ثلاث ساعات أو مدة ثلاث ساعات أوكي سهلا two we've run this website نحن أطلقنا هذا الموقع الإلكتروني فراغ 2005 three they've had their house صار لهم يملكون منزلهم فراغ two years يعني مدة سنتين four you've been my friend أنت صديقي فراغ يعني منذ أن كنت I was a child كنت ولدا صغيرا five the museum has had fifteen thousand visitors لدى المتحف أو دخل إلى المتحف حوالي خمسة عشر ألف زائر منذ نيسان إبريل أوكي six I've had this headache صار لي بوجع الرأس مدة five hours خمس ساعات هيك سهلة كأنه أنا يعني حلتها يعني تقريبا مع الترجمة exercise three complete the sentences use four since on the present perfect أكمل الجمال أيضا لدينا مع الحاضر التام دائما مع الحاضر التام يعني بس كان عندي حاضر التام رح يكون عندي إذا كان في حاجة لهم نصار لي في هذه الغرفة فور هاف أن أور مدة نصف ساعة وي انتبهوا هون في عندي ناط وفي عندي هاف وأنا بدي استخدم هون حاضر التام بدي عمل نفي للحاضر التام مما تتعلب جملة الحاضر التام فاعل هاف أو هاز تصريف تالب تتمية الجملة لما بدي انفي بدي ضيف ناط لهاف أو هاز لم نتناول أي طعام منذ وقت الفطور يعني أنا يمكن حليتها تقريبا لدينا حوار بين و تقريبا كلمة السؤال دائما بيستخدمها مع الحاضر التام دائما مع الحاضر التام منذ متى فراغ يعني منذ متى وأنت هنا فبي عم بيردله في عندي هون فراغ ساعتين عندي مدي زمنية فبدي استخدم فور حكما يعني فور ليلة فراغ طبعا تبعوا أنا عندي هون فعل وعم بيقلي انه عملي نفي كمان نفي بالحاضر التام يعني عندي ليلة بعدين بعدين بدأ نضيف بعدين تصريف التالف من الفعل وبعدين بد يضيف الفراغ الأخير حسب الحاجة فراغ هدك كمان عندي حاضر تام مع كلمة سينس أو فور بالفراغ هون في عندي نصين في عندي نص A و نص B بدنا نكملهم بالشكل الصحيح للفعل مستخدمين سينس أو فور هلا أنا شفت النص A ما في شي يعني كلمات غريبة أو كذا وفي عندي طبعا متل ما بتعرف إذا في عندي سينس أو فور بالجملة حكما رح يكون في عندي حاضر أيضا بالنسبة للنص B في عندي شوية صعوبات لهيك أنا رح أقرأ بس النص B نص A إذا كان في شي كلمة إنه ما عرفتوها أو كذا فيكن طبعا ترجموه عن طريق القواميس يعني شوية تبحث مع لش ما بيدركن هلا في عندي بي عندي مونة وفراغ طبعا الفعل لدي ويرك طبعا بيبول طبعا الفعل هنا لدينا أساس يساعد أو يدعم الناس بزويل احتياجات الخاصة طبعا الناس بتدعم بتساعد الناس أو بتدعم الناس بزويل احتياجات الخاصة بأجزاء مختلفة من الدولة معظم عمل يتضمن مساعدة الأولاد والراشدين الذين لديهم عجز عقلي أو جسدي لكنها أحيانا يجب أن تمضي وقتا مع العجائز هونيد سبورت الذين يحتاجون إلى دعم في حياتهم اليومية مونة سافرت مونة حول الدولة فراغ عدة سنوات يعني انتظر في عندي مدة زمنية بسبب عملها شفر العديد من الناس المذهشين انظر إلى الصور واكتب أسئلة وأجوبة هون بديكتب أنا السؤال بديعم السؤال كل الأسئلة بكل هاي التمرين رح تبلش هاو لونغ هاف يو هات يعني منذ متى وأنت لديك أو منذ متى وأنت تملك كذا حسب الصورة مثلا إذا عندي مثلا بالأكزامبل وان عندي هذا أكزامبل محلول هاو لونغ هاف يو هات دات واتش منذ متى وأنت تملك تلك الساعة حسب أنا شو حاطلي مدي زمنية إذا عندي شهر بدي أكتب سينس إذا حاطلي مدي زمنية فمسلا عندي تين ييرز تين فور تين ييرز إذا عندي لاست ويك أو سبتمبر أو يستردي فبدي أكتب أنا سينس أوكي سهلة هيك طبعا سينس وفور بيكونوا بالجواب أوكي إذا كل الأسئلة رح يكون فيها هاولونغ 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 وتحط اسم الشي الموجود بالصورة بعدين بالجواب بدي يكون عندك سينس أو فور بحسب المدد اللي هو عاطينك ياها بالصورة مثلا أير تين ييرز لاست ويك سبتمبر فايف ييرز هيك آه فور يا سينس ريدينغ دامون دينغ انجولاي تونتي نانتين 1969 over 600 million people all over the world watch TV and saw a man climb out of a spacecraft and walk on the moon for the first time in history he said a very famous sentence that's one small step for a man when giant for mankind the first man to sit foot on the moon was called men Armstrong but he was with another astronaut called Edwin Aldrin their journey started at the Kennedy Space Center in Florida three astronauts took off in the spacecraft called Apollo 11 and traveled for four days across 386,160 kilometers to get to the moon when they got near the moon Armstrong and Aldrin left the other astronaut Michael Collins behind the command module they flew in the smaller lunar module to the moon the two astronauts explored the moon the surface they collected about 22 kilograms of moon soil and rocks set up a wind experiment and took photographs they spent 21 hours on the moon then they flew back to the command module and joined Collins again on Apollo 11 they then flew back to Earth and landed safely there were five more Apollo missions to the moon and 12 men have landed on the moon the later astronauts drove a moon baggy so they could travel further they made maps to the moon and set up scientific stations over the years they brought back the moon baggies and scientific stations are still there but the last astronauts went to the moon in december 1972 who knows when we will go back again سوف عيد مع الترجمة the moon landing الهبوط على القمر in july 20 في 20 من تموز 1969 1969 over 600 million أكثر من 600 مليون شخص all over the world من أنحاء العالم شهدوا التلفاز عن سوء من وشاهدوا رجلا يصعد من مركبة فضائية و ويمشي على القمر للمرة الأولى في التاريخ قال جملة مشهولة هذه خطوة صغيرة لرجل القفزة العملاقة للبرشرية الشخص الذي وقعت رجله المرة الأولى على سطح القمر هو نيل أرمستون ول كان مع أسترانيات وهو كان مع أسترانيات رائد فضاء آخر يدعى إدوين ألدرين أيضا بدأت رحلتهم من محطة فضاء كيندي في فلوريدا أسترانيات تركوا تركوا رائد الفضاء آخر ميكايل كولينز و ميكايل حوالي لإن فلا يدعو لأ lant الس ثم طار إلى الأرض وحطوا بأمان كان هناك خمس مهام لأبولو إلى القمر 12 رجلا حطوا على القمر فيما بعد رواد الفضاء قادوا مون باقي عربة أيضا إلى القمر وهكذا استطاعوا أن يسافروا إلى أبعد أو إلى مسافة أبعد عملوا خرائط للقمر وقاموا بإعداد محطات علمية على مرور السنين أحضروا معهم 380 كيلوغرام من حجارة وأتربت القمر يبدو شيئا ممتعا لكنه عمل مجد ورحلات كانت خطيرة جدا كان من الصعوبة التحرك ببدلاتهم الفضائية الكبيرة with so little graffiti بهذه الجاذبية القليلة العربات القمر and the scientific stations ومحطات العلمية are still there ما تزال هناك but the last astronauts went to the moon in December 1972 لكن آخر رواد فضاء ذهبوا إلى القمر كان في كانون الأول في عام 1972 who knows when we will go back again من يعرف متى سوف نعود إلى هناك مرة ثانية exercise when read the text and decide if the sentences are true or false أقرأ النص مرة ثانية وقرر فيما إذا كانت هذه الجملة صحيحة أما خاطئ أول Aldrin was the second man to set foot on the moon Aldrin كان الشخص الثاني الذي يحط بقدمه على القمر طبعا الجملة الصحيحة two, three astronauts flew in the Apollo ثلاث سرواد فضاء سافروا بأبولو 11 three, the Apollo 11 flew straight to the moon and landed on it أبولو 11 طارت مباشرة إلى القمر وحطت عليه four, Armstrong and Aldrin collected 380 kg of moon soil and rocks جمع Armstrong وألدرن حوالي 380 kg من تربة وحجارة القمر صح الخطأ five, the command module landed on the moon and collected Armstrong and Aldrin عربة القيادة أو مركبة القيادة حطت على القمر وأخذت Armstrong وألدرن طيب six, some astronauts drove a vehicle called a moon buggy to the moon بعض من رواد الفضاء قادوا عربة تسمى moon buggy عربة القمر إلى القمر seven, the program to descend the program to send men من برنامج أرسال رجال to the moon stopped in 1972 توقف في عام 1972 seven, whoней we think what has the space program done for us did you know that many everyday things come from the space program space is a very difficult place spacecraft grow through very high and low temperatures also fly very fast So scientists had to invent new materials and machines for astronauts who travel into space Back on earth doctors can find illnesses in people with the same technology that astronauts use Machines in spacecraft have to be very small and light Now doctors are using these tiny instruments in hospitals For example the small machines that doctors put inside the body to help patients hearts use space Technology cars and airplanes benefit also from scientists work on Rockets they are safer and stronger and have better engines We use space each objects in the kitchen as well Because the spacecraft had to go through high temperatures They had to develop materials that were in damaged by head At home our frying pans often have a special surface so that food comes out easily Amazingly our daily life would stop without one space edge invention We wouldn't get very far without it It's a tiny object called a silicon chip which stores and processes information It's in all our computers, cars, mobile phones, watches, and electronic devices So فعيد مع الترجمة What has the space program done for us? Did you know that many everyday things come from the space program? هل تعلم بأن الكثير من الأشياء تأتي من البرنامج الفضائي؟ Space is a very difficult place الفضاء هو مكان صعب جدا Spacecraft go through very high and low temperatures مركبات الفضاء تذهب إلى درجات حرارة عالية ومنخفضة And also fly every very fast وأيضا تطير بسرعة جدا So scientists had to invent لذلك كان يتوجب على العلماء أن invent يخترع new materials مواد جديدة عن machines وآلات For astronauts للرواد الفضاء Who travel into space الذين يسافرون في الفضاء Back on Earth بالعودة إلى الأرض doctors can find illnesses in people أيضا الأطباء بإمكانهم أن يجدوا الأمراض في الناس with the same technology بنفس التكنولوجيا ذات astronaut's use التي يستخدمها الفضائيون أو رواد الفضاء Machines in spacecraft الآلات في المركبات الفضائية have to be very small and light تجب أن تكون صغيرة جدا وخفيفة Now doctors are using these tiny instruments in hospitals الآن أطباء يستخدمون هذه الأدوات الصغيرة أو المتناهية الصغر في المشافي For example على سبيل المثال The small machines الآلات الصغيرة that doctors put inside التي يضعها الطبيب داخل الجسد to help patients لتساعد المرضى أو مرضى القلب use space technology مستخدمين التكنولوجيا الفضاء Cars and airplanes benefit also from scientist work and rockets أيضا السيارات والطائرات استفادت من عمل العلماء على الصواريخ They are safer and stronger هي آمنة أو أكثر أمانا وأكثر قوة and have better engines ولديها محركات أفضل We use space edge نحن نستخدم عصر الفضاء أو أشياء عصر الفضاء In the kitchen في المطبخ as well أيضا because the spacecraft have to go through high temperatures لأن المركبة الفضائية كان يجب عليها أن تدخل إلى درجات حرارة عالية They had to develop materials كان يتوجب عليهم تطوير مواد that were damaged by it التي لا تتأذى بالحرارة At home في المنزل are frying brands أواني القلي often have a special service لديها أيضا وجه خاص so that food comes out easily ولهذا فإن الطعام يخرج بسهولة Amazingly بشكل مدهج our daily life Amazingly our daily life بشكل مدهج حياتنا اليومية would stop without one space edge invention سوف تتوقف حياتنا اليومية بدون هذه اختراعات عصر الفضاء We wouldn't get very far without it كنا سوف لن نحصل عليها بسرعة بدونها It's a tiny object إنها أدوات متناهية الصغر called the silicon chip تدعى بالسيليكون which stores and الذي يخزن ويعالج process information المعلومات It's in all our computers إنها موجودة في الحواسيب cards السيارات mobile phones الهواتف المحمولة watches الساعات and electronic devices والوسائل الإلكترونية Exercise 1 read the article on match the space technology with the modern development أقرأ المقالة وصل تكنولوجيا الفضاء بالتطور الحضاري لدينا the space program developed لدينا برنامج الفضائي ماذا طور طور واحد small light machines أدوات خفيفة وصغيرة new rockets الصواريخ 3 materials not damaged by hit معادل لا تتأثر بالحرارة for the silicon chip رقائق السيليكون we have ماذا لدينا طبعا EBC نحن سوف نبصلها بوصل مع 1 2 3 A special service on frying pants وجه خاص على الأواني القلي B electronic devices وسائل إلكترونية C 7 airplanes طائرات أكثر أمان D tiny machines in the body آلات متناهض الصغر في الجسال Next slide to read the article again and come read the summary below أقرأ المقالة مرة ثانية وأكمل الملخص في الأسفل space فضائر planes طائرات better أفضل technology تكنولوجيا computer حاسوب everyday كل يوم invent اختراع طيب خلنا نشوف النص شوفي كلمات طبعا نحطه نحن هدول بالفراغ كمان فيكن ترجعوا على النص على فكرة إذا بتكن ترجعوا language practice exercise when complete the sentences أكمل الجمل use the prison perfect استخدم الحاضر التام form of these verbs طبعا شكل الحاضر أفعال الموجودة لدينا وين يربح يتقي يعني لا يكتب أنا عطيتكم بس بالترجمة بالمصدر يعني إلا أنتم بتكون تشتغلوا عليهم بتكون تعطون التصريف الثالث لكل فعل من هدول لأنه شو تركيبة الجملة بالحاضر التام فاعل هاف أو هاس تصريف ثالث بعدين تتمت الجملة مشان هيك أنا بدي أخذ تصريف الثالث من هدول الأفعال وضيفه للفعل ما بدون شيء هدول كتير سهلين بيعتمدوا أكتر شيء على الترجمة إذا في شيء كلمة وأنا 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 واسخة لم في كلمات كل ترجم من ضمن النص أو من قبل كل معرر عليكم سهل كتير اكمل الحوار اختخدم الإجابة القصيرة يعني A أو لا الحاضر التام أو الماضي البسيط للأفعال طبعا الأفعال الموجودة بين قوسين لدينا الحوار بين A و B يعني A شخص اسمه A والB هو شخص اسمه فعم يتحور وفي حديث بينات هل عندي المقطع ون اي شو عم يحكي فراغ يو فراغ تو نيويورك انتبهوا أنا في عندي هون معنا هذا أنا عندي حاضر ماذا تم حلو بس أنا عندي هذا السؤال انتبهوا هون هون ما حاط لكم هنه آخر شي اشارة الاستفهم طبعا yes I طبعا أنا سألت بماذا سألت به بدي جاوب به سألت به هذ بدي جاوب به سألت به هذ بدي جاوب به حسب شو الفعل المساعد بيساعدني على تشكيل السؤال وبيكون اول السؤال بدي انا استخدمه ايضا بالاجابة كمان ماذا يقول وين فراغ يو فراغ يعني متى ذهبت بالماضي يعني اول سؤال بنحطوا حاضر ثام بعدين بقية الاسئلة بنكمل بشو بالماضي البسيط ازا اول سؤال بنحطوا بالحاضر الثام بقية الاسئلة بنحطها بالماضي البسيط هيك صارت سهلة عليكم ما بد شي طيب الحوار اتنين كمان نتبهوا في عندكم فراغ يو ايفر فراغ اوكي اه منطاد طبعا هات يعني منطاد طيب انا في عندي ايفر معناته عندي حاضر طام اوكي بدي حط اول شي هاف او هاز بعدين الفاعل يو بعدين الفعل بدي يكون بالتصريف التالت وهيك بالنسبة للاجابة ايضا سألت بها بدي جاوب بها سألت بها بدي جاوب بها بعدين بقية الاسئلة بكفيهم بالماضي البسيط الا اذا كان اكمل النص مستخدما فور وسينس والحاضر التام معلوم انه احنا وانا حكيت فيها انه السنس وفور عادة بيكونوا مع جمال الحاضر التام هاي نقطة النقطة التانية اللي بدي احكي فيها قاعدة سنس وفور موجودة انا حطيت لكم اياها بالفيديو هات الحاضر التام كمان قاعدته موجودة اذا ما لقيتوا شيء من هدول القواعد في عندي انا اربع اجزاء قواعد عامة فيكن ترجعوا لالون وتشوف القاعدة اللي انتو بتكون اياها او ناقص بتاخدوها هي موجودات هدول الفيديوهات على اليوتيوب وعلى صفحاتي على الفيسبوك طيب رحشوف النص انا احمد النوري انا احمد النوري انا 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 عالم اثار اي فراغ طبعا الفعل عندي دو هون بدي اشتغل عليه حاضر تام طبعا انا انا بشتغل صار لي اعمل بهذه المهنة فراغ فايف ييرز ناو شو بدي حط سينس ولا فور هون طيب اه هو ممتع جدا طبعا انا انا اصد بالنقطة الثالثة وي فراغ والفعل دي وورك يعني كنا نعمل في حفر في منطقة الغوب في الامارات العربية المتحدة فراغ مارش انتبهوا قبل اشهر العام ما زال نستخدم سينس اما فور هي مسقط الرأس لشخص مشهور او مستكشف مشهور من القرن الخامس عشر اللي هو ابن الماجد وي فراغ ولدينا الفعل يعني ان وجدنا منازل وحدائق انه عمل مجد اي فراغ لم يكن لدي او لم اتناول مشهور بارد اوكي ولم اشاهد التلفاز ايضا هنا لدي حاضر نفي بالحاضر التام بجملة ستة وسبعة اوكي طبعا مدة اشهر يعني مدة اشهر منصز ماذا يأتي قبلها فور اما سينس طيب الايام طويلة جدا اي النهار طويل اي فراغ هنا كنت هنا منذ السادسة هذا الصباح ولم يكن لدي استراحة كمان نفي بالحاضر التام لمدة اربع ساعات ماذا استخدم فور اما سينس اكسرسايز فور سير كد اكسرسايز ضع دائرة حورة التعبير الصحيح احوان اف بين هير سينس سيكس او اكتوبر اما اتبهوا انا لدي سينس بدي استخدم معا سيكس اكتوبر اما اثري او 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 اف هاد بوك باستخدم لاست اكتوبر اما تو يير ماذا استخدم انا هنا طيب ثري اه ويف ليف دير سينس اي واز بور ولا تول يير يعني بعد سينس اي واز بور ولا تول يير فور اي ها ان سين مي فرين تو فور تو دايز ولا ماندي انا معت فور بيجي تو دايز اما ماندي طيب مانا نرجع عالقاعد نحن لسين سوف فايف شي زور كد ان دا شوف فور 2005 فور بيجي بعد 2005 ولا 2 years 6 مي فاظر هز ان تبليد فوتبول سينس هي وز ات سكول or 10 years يعني انا عندي هون سينس هي وز ات سكول اما 10 years ماذا استخدم هنا بعد سينس 7 he's known his friend for last summer or six months ات روبا hasn't taken any photos since last summer or three months انا عندي سينس بستخدم بعد last summer اما three months اذا كان عندك ايا استفسار بالنسبة للمفردات وكلم معاني فيكن البحث ثم البحث عندكن كتير ادوات بالنسبة لترجمة سهل هي اكسرس 5 رائد the sentences with the verbs in brackets اعد كتابة الجمل بالافعال بين قوسين ايبو this computer game last year ولدي انا قصد هون في انا حط اللي حاضر تام واستخدم فور او سينس هون محدد بالتحديد انا بدي فور طبعا ايبو this computer game last year اف هاد this computer game for a year for a year لانه بعد a for بيجي a year a day اوكي هيك طيب when they heard the exam results two weeks ago سمعوا بنتاج الامتحان منذ اسبوعين انا عنديها جملة ماضي بسيط بدي يحول ها لحاضر تام وبد يستخدم معها فور اوكي هلا صار عندي سهلة هون يعني انه عندي two weeks two weeks يعني four two weeks هيك المضي الزمنية مع الحاضر تام two وصل الى هنا منذ عشر دقائق بدي حول على حاضر تام انا عم ترجم لكم بس المرة الماضية التي تكلمنا كانت يوم الثلاثة طيب يعني هون بمعنى لم نتكلم شوفوا مع الحاضر تام بصير لم نتكلم منذ الثلاثة صار معه برد ويسام منذ يومين هون كمان انا في عندي هاف وفي عندي four سهلي يعني هون انا عندي four مع two days يعني سهلي تناولت الطعام على وقت الغداء يعني هون بدنا نحول لحاضر تام بصير لم اتناول تبهو في نفي لم اتناول الطعام او لم ااكل منذ وقت الغداء هيك بدت تصير مع الحاضر التام يعني I haven't eaten since lunch طايم هيك بدت تصير سهلي وانا اتقو بكم